وأمك تحسي الترابة فيصير ذهبا أنت وافتراء على موعجا في مقدم للأيام حكيم بن حزام يالسادي أبيك وأمك ستكون داهية زمانك وأنت سيضيك زمانك من الفتى القادم محمد بن عبد الله قربه لي قربه لي لأعتاف له أنا عائف لهب من أسد شنوء ببصر حديد وباع في العيافة مديد مصمم محمد لماذا هرب مني سأعتاف له بالأخلاح سأعتاف له بالأخلاح لماذا هرب مني ويحك يا عائف لهب ما هذا الذي تفعله ما الذي أصابه ويحك يا عائفة الفتر يتيب محمد والله ليكون لنا له شأ ردوه لي يا بني آشم يا بني عبد المطلب لقد مات عبد المطلب وهو سيد مكة لا ترى العرب سيدا سواه لقد كان والدي والله الملكة غير المدوج لا تاج في مكة اسمعوا مني يا أولاد أخي اسمعوا من أمكم قل يا عم نحن أهل بيت ورثنا المجد كابرا عن كابر فينا سيادة قريش وهي لنا لا نتركها لسوانا صدقت يا عماه كان جدكم قصي سيد قومه إليه آلت شؤون مكة والبيت الحرام فسنل قريش سننها من سدانة وحجابة ودار ندوة وسقاية ورفادة وتعرفون ما كان منا ومن أبناء عمنا كما اصطفى الناس وتهيأوا للقتال بين حلف المطيبين من بني عبد مناث وكان معهم بني أسد بن عبد العزة وبني زهرة بن كلاب وبني تميم بن مرة وبني الحارث بن فهر أقسموا أن لا يتخاذلوا ولا يسلموا بعضهم بعضا ما بل بحر صوفة بلى بلى كان ذلك يا عم وكانت طائفة من قريش مع أبناء عمنا بني عبد الدار بن قصي وهم بنوا مفزوم وبنوا سهم وبنوا جمح وبنوا عدي هم لعقة الدم أو الأحلاف وخرج من بين الحلفين عامر بن لؤي ومحارب بن فهر كان عبد الشمس أسن بني عبد مناف وكاد القوم أن يتداعوا للحرب لولا أن اصطلحوا بأن تكون السيادة والرفادة والسقاية لبني عبد مناف فصارت لهاشم وبعدها لعبد المطلب يا عم لقد كانوا ذا ثراء ونعمة أما وقد كثر الأبناء والأحفاد فلابد أن تعيننا قريش بمالها كي نفي الحجيج ونقدر على سقايتهم وضيافتهم أبي ترك السقاية لي أي إن بساتين الطائف عائدة إلي كي يحلي بزبيبها ماء الأحواض للحجيج بلى لقد ترك أبي السقاية للعباس لكننا بني هاشم لابد أن نعينه أما الرفادة وأطعام الحجيج فتعودون إلى ما كان عليه جدكم قصي كان يفرض على قريش فرضا من أرزاقها كل عام يستعين به لإطعام الحجيج لقد افتقرنا يا عمه ولا نقدر على إطعام حجاج البيت وعماره طالله يا عمه ما استطعت لن أكلف قريشا من أرزاقهم شيئا أما إذا أنابني الدهر فأعينوني سنعينك يا أبا طالب والله لن تقول العرب إن بني هاشم قصروا بعد موت كبيرهم هكذا كان هاشم وهكذا كان عبد المطلب ونحن والله لا نقبل الدنية ولا نأتيها نجير الملهوف ونصل الرحم ونحذب على الضعيف يا بني هاشم نقوم على رعايتهم وهم يتابعون تجارتهم ويكنزون أموالهم فكيف إذن لهم أن يسودوا علينا يا سادة قريش مات الأباء والأجداد وبقي الأبناء والأحفاد وها هي الأحلاف تهتز ولن تعود كما كانت نحن أبناء عبد المناف لا يجارين أحد في شرف المجد ورفعة المقام ولكن أبناء عمنا من بني هاشم يرون أنهم السياد علينا فما ترون سلمنا بالسيادة لهاشم وعبد المطلب أن أسلموا للحارث وأبي طالب يا سادة قريش إنما أنتم جميعا من نسل لؤي ثم إن أبناء قصي أخوة وأبناء عبد مناف فيهم العدد والشرف والتي لا تكون السيادة ادعاء بل العرب يضعونها موضعا لا فضل لأحد على أحد من أبناء قصي مهلا يا عتبة والتي إن العرب كلها تعرف أن هاشم أنقذ قومه في سنة الجوع وكان عمر فدعي هاشم عمر الذي هشم الثريد لقومه وأنه في عهد عبد المطلب هزمت الحبش وجاءت الطير الأبابيل فدمرت أبرهة وجيشه فما لكم تشرئ الدور إذا كانت لعبد المطلب لسنه وشرفه فإننا وبنيه نتحاذى في الرقم نحن سادة قريش وما أظن أحدا يتقدم على أحد في النسب والحسب لكن الناس تقدم وتؤخر وتسود بقدر ما يقدمون لقومهم إنما نرجو أن تصف القلوب نحن أهل الحرب وما تعدل العرب بنا أحدا وبعد غزوة أبرها طار صيط قريش وعزبت فما يفجر فيها فاجر فاعتصموا بما تركه لكم آباؤكم فإن اختلفتم وتنابذتم ذهبت ريحكم أترككم بخير إلى أين يا ابن أسد؟ إلى البيت لم يتخدموا علينا بعد الآن فنحن الثراء والثروة وأحسابنا أحسابهم فلما يتشوفون علينا؟ لألوينا رأس قريش ومن يعش يرى يا أبناء العم بوركت يا أبناء العم بوركت أنت بس تفضل يا أبناء العم إذن؟ بغدا نرحل إلى الشام أعادك رب البيت سالما يا أبا طالب بورك فيك يا فاطمة بورك فيك أنام الأولاد؟ نعم ناموا كلهم عدا محمد يا حبيبي يا محمد لا ينام إلا بقربي قولي قولي له إن عمك أيضا لا يلذ له النوم إلا إن كنت قربه كم تحبه يا أبا طالب والله يا فاطمة لا أدري إن كان حبي هو أكبر أم عطفي وشفقتي عليه مدعرف أنك سترحل غدا إلى الشام ما جفت الدموع في عينيه أحدو بي عليه يا فاطمة اليتم يجرح فؤاده إنه إنه الله لفتا مبارك إنه مبارك بني هاشم ألا تجعله يبتعد عن عينيك والله يا ابن عمي ليس بأحد من أولادي أحب إلى قلبي من محمد أعرف يا فاطمة أعرف ولكنه اليتم يا ابنة العم ها قد كبر أولادي واشتد عودهم وأمي ما تزال على قيد الحياة وليتم يأخذ في قلبي ما أخذه بعد وفاة أبي عبد المطلب فكيف بابن أخي محمد كيف يا حارت ماذا يا ابن عمي أنت الذي ستخرج بتجارة بني هاشم إلى بلاد الشام لا بل أخي أبو طالب أبو طالب ولكن أبو لهب هو الذي كان سيخرج منكم الأمر فينا لأبي طالب وهل أجمعتم أمركم ولا نخرج عنه أبدا أمه أمه السلام لك يا أمه أزمعت الرحيل يا ولدي أجل يا أمه وقد جيت لك يودعك ليكن رب الكعبة معك وفقك الله يا ولدي في مسيرك في رواحك وإيابك وبارك لك في تجارتك أنت يا ولدي سيد قومك وتحتاج إلى المال فالمال سؤدد عسى أن تكون هذه الرحلة خيرا يوم ومحمد ماذا فعل إنه مع أولادي وزوجة فاطمة ترعا كما أن حضنته بركة لا تتركه أبدا كما تعلمين أرسله إلي يا بني فيكون في حجري فيذكرني بأبيه ويحى نفسي على أبيه وأحضنه ريثما تعود من الشام كما تشاءين يا أم سأكلم فاطمة أن ترسله مع بركة حتى عودته بورك فيك يا بني وأنت تحدب على ابن أخيك كبني وتقدمه فلا تجعله يشعر بمرارة اليتم وحسرة الفق طالله يا أمه إني لا أطيق فراقه إن هذا الغلام إن هذا الغلام يدهشني إيما يا بني لم يتعد الثالثة عشرة بعد وله عقل الرجال وهمة السادة لا يتكلم إلا حقا ولا يله كما يله الغلمان أو يعبث كما يعبث الصبيان صلب العود قوي جنان لا يهاب أحدا ولا يتكبر على أحد كما أنه في صغره يا أمه في صغره يضع الكلمة مواضحة ولا يأتي فاحشة لا في لغو ولا في سلوك والأغرب من هذا أنه أنه يحب العزلة يحب أن يذهب بقطيعه إلى جبال مكة وحيدا ولكنني لاحظت أنه لا يهتم لأمر الأصنام في الكعبة لا يحترمها ولا يبجلها كما يفعل فتية قريش وهل كلمته في ذلك يا أبني كلمته يا أمي كلمته فما وقفت له على خبر في هذا الأمر لكنني عرفت أنه لا يرغب في أصنام الكعبة لا يسجد لهبل أو العزة أثناء الطوافة شيء غريب يا أمه ولكنه مع ذلك فهو صاف القلب صادق الكلمة تحترم الكبير ويحدق على الصغير إنه وفي أمين بلى يا بني إنه الأمين وكان أبوه أمين وقريش تقول إنه صبي أمين إنه من بني هاشم يا أمه وما قصرت مخزون أنتم ذروة السنام يا ولدي لا أحد يرد ذلك عليكم بوركت يا أمه لا تنسى ما وصيتك به يا عمه سأفعل يا عبد العزة سأفعل بحفظه بل ورعايته أنا أوان الرحيل فقد تأخر أبو طالب إنه قادم يا حرب يا معشر قريش هذه قافلة الصيف إلى الشام وهي تحمل حرير الهند وبخور اليمن ولبانا والعاج وصبر سقطرة والتوابل والبرو يا معشر قريش سنعود في نهاية الرحلة نحمل لكم من الشام البر والزجاج والنسيج الشامي وخمور الأندرين وأدرعات أما تأتون معكم بجوار من بنات الأصفر الشقر الشعور البيض النحور الطوال ذواتي الجمال ما تزال على عادتك يا حاسي الذهر تاجرت بكل شيء بكل شيء فما فاض مالي حتى تاجرت بالجواري والإماء ذواتي الرايات ملعن خزائني يا ابن جدعان إنك لكريم ثري لكننا بني هاشم لا نقر التجارة بأجساد الإماء وأبنائهن ولكن قريش لا تنكره فكنفة خرج من تحت أمة وكان نجيبا أبعدنا الله عن الهجاء يا أبا طالب إنه يبكي بحرقة على فرقك كيف يا سيدة بني هاشم لا أدري ماذا أفعل لمحمد أقول له عمك سيذهب إلى الشام ويعود محملا بألطاف الشام وسيأتيك بما تقر له عيناك فيقول لا تقر عيني إلما وعمي قريب مني انظر إليه إنه صب بك يا أبا طالب الله يا بركة إني لحزين على فراقه ولكنه ما يزال صغيرا على رحلة صعبة وطويلة انظر إليه إنه يبكي بكاء وقدعوا لك بعد يا نور عيني عمك يا محمد لتجفة أموك قل اطمئن قلبك ولتهتأ نمسك الله لن أذهب إلى الشام إلا وأنت معي لن أفارقك أبدا أبدا قد أزمعت الرحيل إلى الشام إذن يا ابن الحوير بلى يا ورق ليه تجارة وعندي حلم اسمعي يا عثمان تعرف أنني أرفض عبادة الأوسان وأنا هنا بعيد يمر حبر من هنا وحبر من هناك يمر يهودي ونصراني ولا ألتقي أحدا على دين جدنا إبراهيم الأحماف نعم الحنيفية دين جدنا إبراهيم ولكن أهلنا أدخلوا عليها ما ليس فيها هكذا وجدوا أباهم اسمعي يا عثمان أنت صاحب سفر فلتمس لنا علنا نجد من أبحث عنه سأبحث سأبحث وسأعود إليك بخبر أين تذهب بمحمد يا أبا طالب إلى الشاب كيف يا أخي وهو لا يزال صغيرا لا يقوى على احتمال مشاق الطريق وعطشها وصغبها وحرارتها عده إلى بيتك يا أبا طالب وسوف نحضب عليه كما تحدد لا والله لن أتركه أبدا لقد قال لي عماه لمن تتركني من غرست كلمته في صدري كنبل ملتهب وسالت دموعه على خديت دعو لي ما دام معي فلا تخشى علي ماذا أقول انتبه له يا أبا طالب انتبه له جهد أتوصيني على محمد يا حارث الله ليس في هذه الدنيا أحب إلى قلبي منه يا معشر قريش لقد آن أوان رحلة الصيف إلى الشام فلننطلق برعاية الآلهة يا معشر قريش احفظونا في بيتك احفظونا في أهلك بالسلامة يا قوم بالسلامة أبطأت قافلة مكة ماذا أبطأت أتراه معهم يا بحيرة يا شبعون اذهب والدمس قفلتهم هذا موعد قدومهم آل الأوان لمجيئهم إلى بصرة فإن لي حاجة عندهم أريد النظر إليها فاخرج إلى الباب الجنوبي والتمس قفلتهم فإن كانوا قد جاءوا عد إلي فورا وأخبرني فإني أمتظر خبرا عنهم بفارغ الصبر هيا يا شمعون هيا يا شمعون هيا حسنا يا أبطأ توقفوا منذ ما يقارب الشهر ونحن ننضي من مكة إلى الشام أما تزال بصرة بعيدة؟ ليست بعيدة مسافة فرسخ إنها أرض الروم وهم أهل كتاب مثل نصارى نجران لم يعد فيها من يعبد الأوثان إن لك شأن يا ابن الحويرة لا أحد لا شأن له واسمع يا أبطال قل يا ابن الحويرة فتن غض الإهاب لم يتجاوز التاليثة عشرة جاء معنا من مكة لم أسمع منه شكوى ولا رأيت منه تبرما أو جزا إنه نسل هاشر والأعجب من هذا أدبه وشجاعته ودأبه وحياؤه وتحوطه على العير وقيامه على الرحلة قيام رجل مقتدر ما سمعت منه كلمة في غير محلها إنه يحتمل أكثر من طاقته يا أبطالب لم أرى مثل ابن أخيك هل تعتاف يا ابن الحويرة من أين لي وأنا لست من بني لهب ولست في أزد شنؤ ولكنه النظر والتبصر يا أبطالب وهذه الوحدة التي يحيط بها نفسه ساكنا سارحا في البعيد على حدة فكر وصفاء سريرة ما هذه الصفات الفتية في مثل سنه إنها خصال الحكماء إن لك نظرة يا ابن الحويرة ابن أخي محمد نجيب ما عرفنا عنه زلة قط وفوق كل هذا إنه لأمين بلى ابن أخي محمد الأمين ليس من ثرة كلفة نجيب رحمة الله على أبيه عبد الله وعليه من نور النبوة رولاك ومن الخليل وهديه سيما يوم يتيه على الثمان صباحه ومساءه بمحمد أم طالب يا أم طالب ماذا يا بركة إلى أين أنت ظاهرة إلى جبل أجياد إلى جبل أجياد وماذا تفعلين في أجياد ألتمس الركبان يا أم طالب اشتقتي لمحمد وكيف لا أشتاق إليه وأنا أمه تربي حضنته طفلا وشهدت دموعه رضيعا وفدا وربي هذا البيت إن كبدي لئي تفتت عليه أربعي يا بركة أربعي لم يحن موعد قدومهم بعد أعرف أعرف يا أم طالب فكنني لا أستطيع دفعا لأشواقي يا بركة إن محمدا في الشام مع عمه وطالله إنني لا أشتاق إليه أيضا ولكن ماذا نفعل ليس لنا إلا الصبر أعرف لكنني سأذهب إلى أجياد غريب أمرك وماذا تفعلين في أجياد أنظروا منها صوب الشام أتنسى مريحة محمد آتية دمنا يا لقلبك الوفي برك فيك يا بركة إذهبي تألأ السماوات والأرض ما هذا غمامة في عز هذا الصيف تتحرك وحيدة في السماء فوق صحابة القبار تلك أيها الراهب أيها الراهب شمعون يا شمعون تعال إلي أبتا يا شمعون ما أرى إلا أن قافلة العرب من أهل مكة قد أقبلت فهلوم إليها يا بني وتأكد لي حيا فإذا كانت القافلة قد أقبلت فماذا أفعل إن تأكدت أنهم قد جاءوا عد إلي من فورك فإن لي حاجة عند تجار مكة حيا حيا يا شمعون أمرك يا أبتا هذا العجم العجاب أن يكون هو أن يكون هو يا بحيرة النبي المنتظر يا أهل القافلة يا تجار قريش لقد اقتربنا من أسوار بصرة ولن يسمح لنا الروم بتجاوزها سيأتي محتسبهم الآن ويعشر علينا ويأخذ المقص ولن يسمح لجمل من العبور فإن راد واحد من الدخول إلى بصرة يدخل ولكن دون سلاح ولا فرس فهؤلاء الروم إن غضبوا علينا منعونا من الدخول إلى الشام وأقله الوصول إلى بصرة وأنتم تعلمون أنه لا غنى لنع قافلة الشام أهلاً يا أخ العرب هل وصلت قافلة مكة؟ بلى وصلت ونحن تجار قريش أريد أن أسألك هل في بصرة رهبان يعرفون الله ويفقهون دينا النصرانية؟ بلى مثل من؟ الراهب بحيرة نحن وحدنا يا زيد بلى يا ورق قل قلبي يحدثني يا زيد وطالما صدقني قلبي إن قومنا ليسوا على شيء أصبت ما في قلبي يا ورق فما الذي لديك؟ ويحهم يا زيد كيف يقولون إننا على دين أبينا إبراهيم وإنهم ينادون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك ثم يقولون لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك أي شركون اللات والعز وهبل وسواع ومنات مع الله؟ أهذا دين إبراهيم يا زيد؟ لا يا رب الكهبة ماذا نفعل إذن؟ نلتمس دين أبينا إبراهيم سرا أو علانيا؟ بل سرا وتخفيا يا زيد والله لو عرف قومنا بنا لرأينا منهم شرا مستطيرة حتى لو لم نذكر أليهتهم بسوء ليس ذلك فحسب بل إننا ما نزال لا نعرف وشهة لدين أبينا إبراهيم لقد خلطوه بما ليس فيه يا زيد ولا عمري لم أعد أعرف الخطأ من الصواب كان إبراهيم حنيفا نعم فنكون أحنا فمثلة ولكن من أين لنا أن نعرف صلاته ودعاءه؟ نعرف شيئا واحدا إن الله واحد فنوحده وأنه الخالق وحده فنسجد له ولا نسجد لأصنامهم ولا نأكل من ذبائح تذبح على أنصابهم ونبتعد عن الفحشة والفجور وكل ما يسيء للشرف والكرامة من ربا وزنا وكاذب وسحر وكهانة صدقت يا ورقة ونتحنف في كهوف جبال مكة بلى نصلي فيها ولكن ولكن أي تصلاة؟ نقول لربنا أنت وحدك ربنا وخالقنا ولا نقر بغير ذلك أما في مكة سوانا؟ عبيد الله بن جحش هذا الفتى لا يبتعد عنه ولسوف أتحدث إليه هو عثمان عثمان بن الحويرث عثمان؟ هذا الرجل ممتلئ طموحا؟ إنه مثلنا يا زيد ولكنه رجل ذو حلم وطموح لكنني لكنني لا أدري بماذا يفكر لقد ذهب إلى الشام لعله يأتينا بخبر يفيدنا في أمرنا ربنا أنر لنا دربنا يا أهل القافلة يا أهل القافلة يا تجار مكة هذا راهب من بصرة ماذا تريد أيها الراهب؟ أبتي يدعوكم أبوك؟ ومن هو أبوك؟ أبتي الراهب بحيرة من لا يعرف بحيرة؟ العالم العارف العابد أن أهل البنطقة كلها يجلونه إجلالا لحد له وهو يدعوكم إلى الطعام غدا في الظهيرة راجيا أن لا يتخلف منكم أحد وهو يلح على حضوركم بورك فيه ولما إصراره على دعوتنا؟ بحيرة الراهب يدعوكم ويلح في دعوته وتسألون ما كان يفعل هكذا في كل عام نأتي إلى هنا وهذه أول مرة يدعونا إلى طعامه بل كنا نمر من تحت صومعته وبالكاد يرانا فما له هذا العام؟ إن للراهب شأنا عظيما وأنا سأذهب إلى بصر ماذا أقول له؟ قل للراهب بحيرة سنأتيه غدا ولن نخفر دعوته ولا يتخلف أحد منكم سيكون ذلك أيها الراهب سيكون ذلك بلغ باك سلامنا وشكرا والله يا سيد ما أظن قوما على شيء ولسوف أبحث عن ديني أبينا إبراهيم أين ستبحث يا ورقة؟ أما تأخذوني معك؟ إذا وصلت إلى شيء سأخبرك بما علمت ويحاهم يا سيد هم يقولون أن أبينا إبراهيم أقام قواعد البيت بأمر الله يطهره يعده للحجاج والعمار وللمصلين الموحدين لربهم والأكثر من هذا فهم يقولون أن عمر بن لحي قد أحضر الأصنام إلى مكة ومن قبل لم يكن ولا صنم هناك وأنه نصب هذا الحجر الذي يسمونه هبل في جوف الكعبة ويقولون أننا لا نعبد الأصنام بل نتقرب بها إلى الله زلفاء وكأن الله لا يقربهم إلا إذا تشفع لديه بحجر صدقت يا ورقة ولكن أتظنهم يتركوننا إذا نحن أعلننا أننا لا ندين بدينهم؟ والله إن الخطابة سيجعل حياتك أبوسا نستر بما يراودنا يا سيد ولنعتزل ما هم عليه ولا نسجل لصنا الله لم أأكل الذبائح تذبح على أصنامهم رباه لو أعلم أي الوجوه أحب إليك لا عبدك فيه متى يأتي هؤلاء العرب؟ ألم يأتوا بعد؟ إنهم قادمون يا أبتي إنهم قادمون أقول من الرب العظيم المتفرد في العلا بالحكمة والوحدانية أن ألقى بينهم من أنتظر مرحبا بتجار مكة تفضلوا أيها السادة تفضلوا 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 ماذا ترون يا سادة قريش؟ أن يريد الراهب بحيرا وهو من علية القوم أن يتعلم التجارة؟ أم يريد أن يحببنا بدينه؟ إنه لأمر عجيب ابن أمي ما فعلها راهب قط من قبل إن الرهبان دائما يتلطفون بالأعراب ولطالما كانت دياعهم وكنائسهم ملاذا للجوع والعطش والمحتاجين إن للرهبان قلوبا خاشعة ونفوسا تفيد بالرحمة تفضلوا أيها السادة سيدنا باتذاركم تفضلوا أيها السادة تفضلوا حللتم أهلا ووطئتم سهلا يا مرحبا بسادة مكة تفضلوا شرفتم داري يا أهل البيت الحرام أوتعرف البيت الحرام أيها الراهب الجليل؟ ومن لا يعرفه يا سيدي بل أنا أعرف الجزيرة كلها وقبائلها ومعبوداتها وأحفظوا حكاية شهداء الأخدود في نجران وأعرف أن ذا نواس الملك اليهودي ارتكب ذلك الفعل الشنيع الرهيب وأن العرب لم يميلوا إلى الدين اليهودي رغم الفضائع والمحاولات التي ارتكبها ذا نواس وسدنته وأحباره ولم يميلوا إلى النصرانية أيها الراهب المحترم من تكون أيها السيد؟ أنا عبد مناف ابن عبد المطلب ابن هاشم ويلقبونني بأبي طالب آه إذن أنت سيد مكة وابن سيدها صدقت يا سيدنا تفضلوا كلوا كلوا مما يليكم مائدة عامرة ولا موائد عبد الله بن جدعان إننا لم نرى مثل هذا قبل اليوم هنيئا مريئا تفضلوا كلوا يا أبناء مكة تبكين يا بركة أنابك شيء بلا إنه الشوق لنور عيني والذي محمد بوركت من مولاة حضنت ابن مواليها حتى صارت بمثابة أم له طالله إنك يا بركة لبركة في بيوت آل عبد المطالب تراهم يتأخرون بالعودة كثيرا يا أم طالب رحلة الصيف إلى الشام تقارب الأشهر الثلاثة ولكن ادعي رب الكعبة يا بركة أن يوفقهم في متجرهم فيربحون ولا يخسرون سيربحون سيربحون يا أم طالب سيربحون أنت متأكدة من ذلك بلا سيربحون ببركة ولدي محمد أنت من أنت لست مولاة ولا خادمة أنت من أهل هذا البيت ومحمد يقول هذا أيضا ماء عذبا قراح وفاكهة يجتهيها المرء بأحلامه مائدة طيبة مباركة أيها الراهب بحيرة ولكن يا سيدي أكل النصارى سواء لا أيها السيد القرشي بل مذاهب وملل ويختلفون ووصلت خلافاتهم حتى التذابح بل إن الإمبراطورية تتخذ حتى القتل أحيانا من لا يأخذ بمذهب الخلق دوني الأريوسية واللعاقبة مذاهب مضطهضة اضطهادا عنيفا بل إن القبط والحبشة في خلاف مرير ودائم مع مذهب بيزنطة ولكن بالله عليكم قولوا لي هل جئتم كلكم إلى دعوتي؟ أقصد ألم تتركوا أحدا خلفكم؟ من قريش لم يبقى أحد أتينا جميعا اللهم إلا فتى صغيرا تركناه في رحلنا وبين عبيدنا فتى صغير؟ ألم أرجوكم ألا يغيبن عن دعوتي أحد من أهل مكة يا شمعون اذهب إليه وأحضر واللات إنه للئم مننا أن تركنا الفتى في رحالنا وأتينا لكنه فتى صغير لم نتوقع أنك ترغب بوجوده معنا فتركناه في الرقم من أبوه منكم؟ أبو طالب أنت أبوه يا سيدي؟ لا بل عم أبوه وأمه متاه فكفله جده عبد المطلب ثم كفلته ألا فتى الله إنه أحب أولادي إليه وتتركه في الركب الله لا أحب فراقة ومن أجل هذا أتيت به إلى الشام ولكنني خشيت أن يقول أبناء عمي أتى به إلى مائدة سادة قريش كم عمره؟ وهل مات أبوه قبل أمه أم؟ إنه يقترب من الثالثة عشرة مات أبوه وهو جنين في بطن أمه وماتت أمه ولم يكمل السادسة بعد ربها أن يكون هو النبي المنتظر المنحنم كما جاء في الإنجيل أن يكون بشارة أخي عيسى أتكتحل عيون بحيرة بمرآه قبل المعوت ما بك أيها الراهب تكثر السؤال عن الفتى أرابك منه شيء؟ أنت تعرف الرهبان كم تتوجع قلوبهم لليتامة طالله ما من لؤم بعد ما فعلناه كيف تركناه وأتينا؟ هذا هو البيت يا سندي الفتى تعالى يا ولدي تعالى أهذا هو ابن أخيك يا أبا طالب؟ نعم منه ابن أخيه محمد محمد ما للراهب بحيرة يكسر اهتمامه بمحمد وقد غفل عنا جميعا نعمة دائما أيها الراهب الجليل ما لكم قلوا هنيئا مريئا شكرا لك لقد شبعنا تجار القيف لا ينتظرون مشكور أيها الراهب مشكور أبا طالب لي كلام أقوله لك ماذا يريد الراهب من أبي طالب؟ بل ماذا يريد من ابن أخيه محمد؟ يا أبا طالب ارجع بابن أخيك محمد إلى بلده واحذر عليه الليهود فوالله لا إن رأوه وعرفوا منه ما عرفت لا يبلغنه شر وكذلك احذر عليه أهل مكة فإن فيها من يريد له الشر أيضا فإنه كائن لابن أخيك شأن عظيم فأسرع به إلى بلده